ناقش وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي بالعاصمة عدن مع محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح احتياجات المحافظة من مشاريع الطرقات وما يتم تنفيذه من مشاريع وأكد وزير الأشغال اهتمام الوزارة بتنفيذ مشاريع التنموية بقطاع الطرق بمحافظة الضالع وعموم المحافظات ومشيرا إلى همية تحسين البيئة التحتية في هذه المناطق وذلك لضمان سهولة التنقل وتعزيز التنمية المحلية موضحا ما تم إنجازه من مشاريع التي استهدفت تأهيل وصيانة الطرق الرئيسية والفرعية وبتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق ولفت الوزير الحريزي إلى أن الفترة القادمة سيتم العمل على تنفيذ المزيد من المشاريع التي تخدم المديريات المتباعدة بمحافظة الضالع ترجمة نانسي قنقر